موسيقى مع اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914 وجدت الدول الأوروبية بريطانيا فرنسا وروسيا في الآشورين حليفا عسكريا لتضرب به الدول التي تقف عقبة أمام زحف الحلفاء في الشرق الأوسط واختيارها للآشورين للانضمام إليهم لأنهم أحفاد الملوك البابليين الآشورين السومريين أصحاب الحضارة والتاريخ النهريني ولأن وجدهم وتمركزهم حينها كان في شمال وادي الرافدين أرض النهرين دجلة والفرات وبهذا فأنهم الحليف الرئيسي ليقف بوجه التدخل العثماني في الشرق الأوسط عبر البواب الاستراتيجية بين العراق وتركيا وبعد احتدام المعارك قدم الآشورين على مذبح الحرية ما يقارب نصف مليون شهيد قبيل وبعد الحرب العالمية الأولى وانتهت بتشتت هذا الشعب بين تركيا وإيران والعراق وكان لمعاهدة سايكس بيكو الأثر البالغ في تقسيم المستعمرات التركية والسورية والعراقية والإيرانية بين بريطانيا وفرنسا ومن ثم تقسيم بلاد ما بين النهرين أمل الآشورين الكلدان السريان وهكذا وقعت قضية الأقليات ضحية المساومات واللعبة السياسية الدولية وصراع الأغضاب وبدأ الإنجليز بالمراوغة تارة واختلاق المبررات تارة أخرى إلى أن تنصلت من الوعود التي قطعتها من أجل حريتهم وكرامتهم وبهذا فأن التسلح الإنجليز الآشورين تحوى لها شكل آخر حيث قامت في أوائل العشرينات بتشكيل قوات النظامية تسمى قوات الليفي كما سندت تشكيل قوات أخرى الليفي من الأكراد والعرب 27 كانون الأول عام 1931 والتي أبرمت في بغداد أهملت أخيرا عمدا ذكر الأقليات فرفع زعماهم احتجاجات إلى السلطات الرئيسية العراقية والإنجليزية وإيضا إلى عصبة الأمم وقام مارشمعون على أثرها بالتقديم احتجاجات تلول أخرى ومن دون جدوة ومن تلك الساعة بدأت نوائي الحكومة العراقية والإنجليزية تظهر للأقليات وخصوصا ضد القادة الكلدان السريان الآشورين ومنهم مارشمعون وآغا بطرس المطالبين بحقوق شعبهم حالة الأقليات كانت مزرية والقتل لن يتوقف يوما حيث تم قتل الكثير من الكلدان السريان الآشورين وعلى يد عصابات منفلتة وبربرية الطابع حيث أغلبهم كان يتم التمثيل بجثثهم ومن جانب آخر كان الإعلام ينقل صورا زائفة عن حياة الأقليات وحقوقهم ومعهم بضاعة ومؤن مع ستة بغال وخمسة حمير وعلى مقربة من بلدة دوهوك يربطون أزواجا ويطلق على كل اثنين منهم رصاصة واحدة حيث يزعمون القتل بأن الأقليات لا تستحق أكثر من رصاصة واحدة أن يترك المسيحين قريتهم ويترك منازلهم وراضيهم وكان موسم الحصاد خوفا من وقوع ما لا تحنبه بهم وفي عام 1931 قتل هرمس شعيوث الكلداني ويلتحق برفاقه في حزيران من عام 1931 قتل أربعة من قرية بحشيقة والصحب في بغداد تشكر ومكي بيك قائم مقام دوهوك ومجيد بيك قائم مقام العمادية وتكافرهم على ما اسمتهم بقتل المتمردين وفي الخامسة أيلول سنة عام 1930 قرية الصنات تتعرض لهجوم ويستشهده 18 شخصا ويتم التنكيل بثمانية آخرين ونهب ما ينيف عن 1800 رأس من الماشية ومن بين المسيحين المغدورين يوسف بتو ويوسف كردني ويوسف داود وفي كانون الثاني تتعرض قرية الصنات مرة أخرى إلى هجمات أخرى يقتل فيها راعيان صبيان عب تومة له 15 عاما ويوسف ميخة وعمره 12 عاما ويتم سرقة 200 رأس من الماشية وفي طريق العودة القتلة يقتلون راعي آخر من نفس القرية إبراهيم شمو والقائم مقام يقف عاجزا فإن الحقيقة؟ قائم مقام قضاء العمادية يضرب ويهين أحد القسان الكاثوليك وأحد الشمامسة النصطوريين ظلما وعدوانا والسلطات الحكومية في الولاية تطلب من رجال الدين هؤلاء عدم المراجعة لأخذ حقوقهم وإلا سوف تنزع منه مراضيهم ويضردون حيث قام مارش معون وبمشاركة القادة الميدانيين أمثال ملك ياقو وملك خوشابة وآغا بطرس على عقد عدة لقاءات كان من شأنها إيجاد مخرج وحل حقيقي لهذا الشعب المغلوب على أمره وأعلن في أغلبها أن بقى الشعب الكلداني السرياني الأشوري في ظل حكومة شوفينية يعتبر ضربا من المستحيل خصوصا إذا ما تم رفع الانتداب على العراق في نهاية العشرينات وبدأ بطرق باب الحكومة العراقية ومطالبتها بإيقاف قتل المسيحين وحمايتهم بإيجاد حل مرضي لهم لأنهم سهموا وقدموا التضحيات وبعض الخصوصيات الواقعية وأبدى الملك اهتماما خاصا بمشروع الإسكان ورغبة منه بسرعة إنجازه وخصوصا بعد التعليدين الميجر تومسون مشرفا من جانب الإنجليز على المشروع الوطني وبدأت الحكومة بحياكة سلسلة من الألعاب السياسية خصوصا عندما برزت المشكلة الرئيسية والتي عزتها الحكومة بأنها أحد الأسباب التي أدت إلى نهاية الفاجعة التي سنأتي لها لاحقا في سميل حيث قامت بتلفيق إدعاءات باسم مارشمعون بمعارضته للمشروع والعمل على أفشاله بالرسالة التي تم توجيها إلى الملك فيصل مستغلين سفره إلى الخارج الوطن في عام 1932 كما قامت بتحريض الإنجليز على مارشمعون والرسالة التي بعثها مارشمعون لن تعرض على الملك ليتم الاطلاع عليها واتخاذ ما يلزم بشأنه ومن ضمنها رسال أخفاه الملك غازي المعروف بحقده على الآشورين وقسوته عليهم لأنه كان حاقدا على الإنجليز وكان يعتبر الآشورين من صنيعة الإنجليز وحيث أن فرمان المذبح في سميل خرج بموافقته وهو بذلك يعارض مسبقا أي مشروع من شأنه ضمان الحقوق الشعب الكلداني السريان الأشوري الملك فيصل بدأ يحس بفضاضة أجوبة حكومته وخروجه عن أداب الخطاب والسلوك ومحاولة حجب الحقاق وتجاهلها مما سيعني وشكل خروج الأمر من بين يديه ويرسل الملك برقية مستعجلة من عدم بقامار شمعون في بغداد وأيضا عدم أعطاء موضوع ملك ياقو وأعطاه حجما أكبر من حجمه والأهم في البرقية أن الحكومة أظهرت نواياها على استفزاز الشارع العراقي ضد المسيحين وخصوصا لدى بعض العشائر العربة بحقدها على الأشوريين ويظهر من البرقية أن الحكومة بحاجة إلى شرارة لتشعل المعركة المنتظرة ولهذا الأمر قام بكر صدقي قائد القوات الشمالية للجيش العراقي بإرسال قوة كبيرة إلى ماكن تجمع الأشوريين بدءا منسميه إلى الحدود العراقية السورية التركية لمقاتلة ألقاء القبض على الملك ياقو وأعوانه وفي السابع عشر تموز وخصوصا بعد عودة الملك ياقو من الحدود السورية إلى دوهوك ليقدم التعهد للحكومة منعا لأعمال الطيش والبطش والعنف قامت الحكومة بمحاولة للإتلاف على القادة المعارضين للحكومة وطلبت من الملك ياقو والملك لوقة الحضور في الموصل للتوقيع على تعهد خطي وأيضا الطلب منهما ليسافر إلى بغداد لإقناع مار شمعون بالتوقيع على تعهد خطي ليعود البطريك إلى الموصل وبعد أن تبين لهم نوائي الحكومة في التخطيط لإحتجازهم أيضا وبدلا من الذهاب إلى الموصل وبغداد يتوجهان صوب الأراضي السورية أبرى نهر دجلة من قرية فيشخابور يوم السابع عشر تموز طلباني من ضابط الحدود الفرنسية اللجوء إلى مفاتحة بيروت لاستحصال الموافقته على السماح لهما بالدخول لسوريا أربدا وزير الدفاع بابان وقائد قوات المنطقة الشمالية بكر صدقي الذين ينتمون إلى الأكراد ومعروفون بكراهيتهم للأشورين وانتقاما للحوادث التي حصلت بين الأكراد والأشورين جهزوا خططا عسكرية مسبقة وقاموا بتحريض بعض الأهالي والعشاء من أجل استحصال عطمهم وأزرهم ليسهموا في عملية تصفية الأشورين المسيحيين وفي التاسعة والعشرين حزرين قدم البطريك الأشوري احتجاجا ضد الدعاية الحكومية المعادية للأشورين في عدد من السفارات الأجنبية المعتمدة في العراق البريطانية والأمريكية والإيطالية والبولندية والتركية والهولندية والفرنسية والألمانية والبلجيكية والنرويجية والإيرانية وبعد أن تيقنت السلطات العراقية من عدم اكتراث السفارات برسالة الاحتجاج المقدمة من قبل مار شمعون استاجرت قتلة من أجل اختيار البطريك إلا أن هذه الجريمة انفضح أمرها للبطريك ونتمكن من تفاديها ففي تموز عام 1933 بلغت الحملة الرسمية المعادية للأشورين في العراق أوجها فمن الواحد وحتى الرابع عشر تموز صدرت أكثر من ثمانين صحيفة بمقالات انفتاحية معادية للأشورين كما أن البرامج الإذاعية احتقرت الأشورين بشتى السبل وحاولت اقناع العراقين بأن الحل الوحيد للمسألة الآشورية هو الإجراءات الحاسمة وبمحاذاة ذلك عطت الحكومة العراقية أمر بالجاهزية لقوات موقع متصرفية الموصل لكي يكونوا مستعدين للعمليات الحربية ضد الآشورين والاتصال بزعماء القبال طالبين منهم الانضمام إلى الجيش لذلك أبلغ قائم مقام دوهوك مكي شرباتي قادة العشار بأن لن يعاقب أحدا على قتل الآشورين ففي ليلة الرابع عشر من تموز توجهت مجموعة مسلحة من الآشورين باتجاه قرية فيشخابور على الحدود العراقية السورية وفقدت السلطات العراقية أثرهم الذين لن يضرر لهم إلا في خانيك عندما توجه اللاجئون ذاتهم إلى وزير الداخلية العراقي بالسماح لأولاك الآشورين الذين يرغبون في مغادرة البلاد ومن سوريا أعلم ملك ياقو أبناء قومه بأنهم يمكنهم المجيء لهنا وليقام معن وارتكز في ذلك على برقية المندوب السامي الفرنسي وبعد الحصول على موافقة السلطات العراقية غادر كثير من الآشورين ديارهم متوجهين نحو الحدود العراقية السورية وفي تلك الأثماء استعدت الحكومة لضرب الآشورين حيث تم نقل إدارة الشرطة من بغداد إلى الموصل كما تمركزت ثلثة القوات العراقية ومع 1500 شخص من الرعاة المدججين بالسلاح في مقاطعة الموصل وفي الوقت ذاته اتخذت الحكومة العراقية بعض الخطوات الدبلوماسية لكسب الفرنسيين إلى جانبها كي تلقي اللوم عليه فيما بعد تحدث شهود عيان بأنه عندما بدأوا يعبرون نهر دجلة إلى العراق ظهرت في الجو طائرة أبلغ طيارها القوات عن بدي عبور النهر وحينها فتحت القوات العراقية النار على الآشورين فرفع المتأخرون منهم العلم الأبيض دون أن يردوا على النار بالمثل وكانت وسائل الإعلام الجماهرية لذاع الجرائد والمجلات اثناء ذلك قد وطرت الوضع في البلاد محاولة إقناع العراقيين بأن الآشورين قد بدأوا حربا غير معلنة ضد العراق وبعد هذه المعاركة اشرف على الحدود السورية العراقية انسحبت القوات العراقية إلى القرى الآشورية وبدأوا إبادة جماعية للسكان المسالمين دون رحمة أو تمييز وفي تلك الأثناء أخذت الطائرات الإنجليزية ترمي قصاصات تطلب فيها تسليم السلاحي مقابل العفو عنهم ووافق بعضهم على ذلك وسلموا أسلحتهم إلا أنهم أعدموا مباشرة وفي سيميل كان أول من قتل هناك هو غوريال يونان من أنصار الحكومة العراقية بغض النظر عن العالم العراقي الذي رفعوا فوق داره المكتظة بثمانين شخصا من حاشيته أما أولاك الذين رفضوا مغادرة منازلهم فقد أعدموهم مباشرة كما أنهم مثلوا بجثث رجال الدين أما النساء فنزعوا ثيابهم وجعلوهم يمرون من أمام جنود عارياتهم كما أنهم اختصبوا الفتيات وأحرقوهم جرت المذابح على امتداد شمال العراق كله في عمادية وزاخة ودهوك وشيخان وضواحي الموصل وأماكن أخرى ولما كانت المذابح مستمرة كانت الطائرات الإنجليزية توجه فعاليات الجيش العراقي وتصورها من الأعلى كما وصل كل من وزير الداخلية ووزير الدفاع العراقيين إلى الموصل كي يطلعوا على مجرى المذابح عن كثب وكانهم مهات جزد سدو في أسلئتها التالية هل الجنود يعاملون السكان الآشورين بقسمة أولا هل تشارك القبائل العربية والكردية بمهمة في النهب والسلب أم لا وعندما علموا بأنه ليس الأكراد كلهم يشاركون بمهمة ونشاط في هذه المذابح أبديات السفوم الشديد ووصلت إلى مارشمعون المحتجز في بغداد والمعتقل عمليا مسموعات غامضة عن الدرامة الدموية في شمال العراق وجه القطريك إلى عصبة الأمم برقية جاء فيها إن وضع الأشورين متدهور يجبرونهم على اجتياز الحدود السورية أنا معتقل من قبل الحكومة العراقية فلتدخل العصبة في الأحداث لقد جرت المذابح على امتداد شمال العراق كله في عمادية وزاخ ودهوك وشيخان وضواحي الموصل وأماكن أخرى ولما كانت المذابح مستمرة كانت الطائرات الإنجليزية توجه فعاليات الجيش العراقي وتصورها من الأعلى كما وصل كل من وزير الداخلية ووزير الدفاع العراقيين إلى الموصل كي يطلعوا على مجرى المذابح عن كثب وكان همومهما تجزد سدو في أسلئتها التالية هل الجنود يعاملون السكان الأشورين بقسمة أو لا هل تشارك القبائل العربية والكردية بمهمة في النهب والسلب أم لا وعندما علموا بأنه ليس الأكراد كلهم يشاركون بمهمة ونشاط في هذه المذابح اشتركوا في القناة